السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة تفت نقية دي اللقوق طريقة سهلة وكذلك مضمونة باش يجيكم اللقوق ان شاء الله زوين اول حاجة غادي نحيد الوراق الفقانيين كان جيب شي موس يكون هكا يا ماضي وكان قطع الوراق الفقانيين كما كتشوفو وهنايا الى ما بيتو شديكو مكحالو كديرو الليقا بنسبة للساق ماديش نقطعو كامل هو اللي كي يساعدني باش ننقي هاد القوقا بلا ما نهرسها وهنا بنسبة للساق دي القوقا بعد الاخترات كيكون طري بعد الاخترات كيكون عاصي يعني انا غادي ننقيه وغادي نشوف الى كان مزيان را غادي نحيده وغادي نطيبه مع القوق كان عاصي را كان زولو وغادي نبدا ديما من تحت غادي بدا نحيد آآ ورقة بورقة وديما نحيده بالموس عندما كتشوفو ورقة بورقة وضروري يكون الموس مش يديكم لانا الى حيتوها بيديكم غادي تهرس وحنا آآ كندورو يديو كنحيدو آآ قاعدو كلوراق يعني الطريقة سهلة ووضحة كيما كلكم يديكم ما تستعملو هاش يعني قطعو بالموس واذا ما بيتوش تستعملو اللي قط ممكن تدهنو يديكم بالحامض وتقطعو القوق لاناو شوية هو تيكح اللي يدين بحال الاخر شوف هنا كي اللي كي يسلقو عادي كي ينقيه الصراحة إلا سلقتوه القوق كتحيدو لي قاعدة دوك الفوائد اللي تيكونوا فيه انتما من بعد كنحيدو لي عاود تاني داك الشيط الفوقاني يعني من بعد تتبليكم انتما كتنقيوها بطريقة سهلة يعني الصراحة ما صعيباش هادي نجيب الموس العادي باش نقطعو قاعدة شي اللي تيبليكم خضر حيدو احنا بغينا داك اللوب ديال القوق وديما هاكين دهنو بالحامض احنا غادي نجيب واحد الموس اللي تيكون الرس ديالو رقيق هادي ندورو هاكينو من الوس باش كنحيد قاعدة الشي اللي في الوس لانو خيب اولا شي معلقة تكون ماضية وكتحيدو داك الشي مزيان داك الحبيبات تيكونوا لداخل تنكرطوهم بهالطريقة هادي نحاولو نكرطو بهالشكل هادي وغادي ندهنها بالحامض احنا يا داك الاناء غادي ندير فيه الماء والحامض ضروري الماء ونعصرو فيه شي ديال الحامض او اللي الخل باش نحطو فيه القوق احنا كنجيبو الموس كنقطعو بهالشكل هدا بحلا كنقيو الشي خضراء انتو ما كتشوفو كنحيدو قاعدو كلوراق كما كلكم تنخليو اللوب ديال القوق كنحيدو قاعدو كلوراق فيما كتبلكم شي حاجة خضراء كنحيدوها وديما هادي الساق ديالها هو اللي كيساعدني باش ننقي القوق تل الاخر كما كلكم تنحيدو كان زيان را كان حطو فطاجين كان خيب را كان لحو كان حاول زيان ما قلت ننقيه هادي ساعة مزوين شا انتو ما كتشوفو عاصي سوف في الطريقة واضحة غادي نصمر هكا حتى تنكمل القوق اللي عندي هادي بنسبل الساق ديالها راهم زيان من بعد غادي نقطعو نديرو فطاجين هادي القوق قادرتها شوية كبيرة اما بنسبل للقوق صغيرة هادي الغيان ما تياخدش الوقت نهائيا في التنقيه من بعد ما كتحطوه ببعد الغيان تكيبان ودو كل حبيبة تباقي كتهز واحد المعلقة ولا المصو تكرطو بحال هكا ياه يعني ضغيات يتحيدو وهنا بنسبل طريقة باش تحافظو عليه في المجميد طريقة ساهلة غادي تاخدو القوق من بعد ما كننقيوه وكنعصروا عليه الحامض كما كلكو مع الماء كننغسلوه مزيان كنجيبو بلاستيك نفرشها في شي بلاتو وكنحطو القوق ديالنا وحدا حدا وحدا في البلاتو كندخلوه المجميد كنخلوه حتي يجمد مزيان وكنجيبته ونديرو في شي بلاستيك اخرى وكنحفظو عليه هكا في المجميد صفيتي يبقى مدة طويلة في المجميد غير من الاحسن ما تسلقوش هكا يا القوق خليوهي طيب يتلق ديك البنة ديالو مع الجلبانة وكدلك مع اللحم هنا راني درت ان شاء الله طاجين بالحم والقوق والجلبانة غير ما بدش ندير الفيديو يكون طويل هكا يا بزاف ان شاء الله من بعد غادي نحط لكم طريقة ديال الطاجين بالقوق والجلبانة وكنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم الى عجبكم ما تنسوش ديروا ليه لايك الفيديو وكذلك الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناة نتمنى انكم تشتركو في القناة وكنشكركم بزاف بزاف وما بقى ليه غير نقول لكم الى اللقاء والى حلقة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة